يبدو أن منتخب المغرب أصبح يملك لاعباً صاحب مهارة كبيرة وهو إلياس أخماش الذي بدأ مسيرته مع نادي برشلونة وانتقل إلى فياريال في الموسم الماضي وفضل تمثيل أسود الأطلس على حساب إسبانيا ويلقبه الجمهور بمس المغرب وينتظره مستقبل باهر مع المغاربة فما قصته؟ إلياس أخماش لاعب فريق فياريال الإسباني كان أحداً نجوم منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس الأخيرة والتي نجح فيها أسود الأطلس في حصد الميدالية البرونزية وتقديم مستوى مميز في دورة الألعاب الأولمبية ما جعل البعض يقول إن المغرب كان الأحق بالميدالية الزهبية ويملك إلياس أخماش الجنسية المغربية بفضل أصوله التي تنحدر من مدينة تطوان المغربية بالإضافة إلى امتلاكه الجنسية الإسبانية بعد أن ولد هناك وبدأ ممارسة كرة القدم من الأراضي الإسبانية فقد ولد إلياس أخماش عام 2004 في بلدية هوستالتس دي بيرولا التابعة لمدينة برشلونة بإقليم كتالونيا لأسرة مهاجرة من المغرب ووالده مغربيان وبدأ أخماش صاحب العشرين عاماً ممارسة كرة القدم في أكاديمية برشلونة لمسية في طفولته وكان عمره عشر سنوات ونتيجة لذلك رحل إلى الجار الكتالوني فريق خيمناستيك تراجونة بعدما قرر البارسا لاستغناء عنه وعدم تمديد عقده فالموهبة الرائعة التي يمتلكها المغربي إلياس أخماش وتألقه رفقة فريق خيمناستيك دفع نادي برشلونة لإعادته مرة أخرى إلى أكاديميته ليتدرج في الفئات العمرية وصولاً إلى فريق الشباب تحت 19 عاماً في الموسم قبل الماضي وتمكن اللاعب المغربي إلياس أخماش من خطف الأضواء مع فرق الفئات الصغرى لنادي برشلونة خلال الموسم الكروي قبل الماضي بعدما ظهر بمستويات مميزة لفتاة أنظارة شافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة السابق وبعد تعيينه مدرباً لفريق برشلونة قامت شافي هرنانديز بمتابعة مباراة برشلونة باء أمام أتلاتيكو إشبيلية شباب الأندلوس حيث تفوق الفريق الكتالوني بربعية في المباراة التي تألق فيها الشبل المغربي إلياس أخماش بتسجيله ثنائية تحت أنظار شافي الذي استقر على تصعيد اللاعب للفريق الأول للبرسا وخاض معه أول مباراة مع الفريق الأول يوم العشرين من نوفمبر 2021 أمام اسبانيول ولكن عند نهاية عقده مع نادي برشلونة فقد انتقل أخماش في يوليو 2023 إلى فريق فياريال الإسباني في صفقة انتقال حر وكان عمره 19 عاماً ولعب الموسم الماضي رفقة فريق الغواصات الصفراء وبعد سنوات من الانتظار عاد إلياس أخماش متوسط الميدان نادي فياريال الإسباني ليلعب في صفوف المنتخب المغربي الأولمبي بعدما حمل ألوان منتخب إسبانيا الشباب في الآوينة الأخيرة صاحب العشرين ربيعاً والمولود في إسبانيا وبعدما حمل سابقاً ألوان المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة كان قرر فيما مضى اللعب مع صغار إسبانيا ورغم ذلك لم تقطع معه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خيوط تواصل الظل مندوبها مع الجارة الأيبيرية على تواصل مع اللاعب ووالده حتى حان موعد عودته لارتداء قميص بلده الأصلي بدل إسبانيا ويلعب إلياس بالقدم اليسرى ويجيد في مركز الجناح الأيمان ويعتبر في الوقت الحالي من أبرز مواهب فريق فياريال ويملك مهارة عالية ولديه قدرات كبيرة في مراوغة مدافعي ولاعبي القصوم وتطلق عليه الجماهير لقب ميس المغرب وميس الجديد ويعتبر إلياس أخو ماش ثالث لاعب مغربي لعب في صفوف الفريق الأول بنادي برشلونة فقد سبق وأن ظهر عبدالصمد الزلزول رفقة الفريق الأول لبرشلونة أمام دي بورتيف ألافس في أول ظهور أما المغربي الأول الذي لعب في برشلونة قبل أخو ماش والزلزول فهو مونير الحداد الذي ارتدى قميص البرسة لفترة ما بين 2012 و2019 وقد خللتها بعض الإعارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر